اشتركوا في القناة الذي نحن بشرف بصدد التشرف بدراسته هو النحو نقول قال ابن مالك ناظم الابيات كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم يقول اني اعرفك موضوع علمنا الذي ندرسه فموضوع علمنا هو كلامنا نحن النحات او كلامنا نحن العرب باعتبار ان منطقنا في تأدية جملنا ان منطقنا في تأدية جملنا في كيفية النطق بحركاتها صار يحتاج الى علم تضمن مراعاته عدم الخلل فيه حيث اختلطت انساب العرب بغيرهم فتوالدت اجيال غير سليمة الغريزة في النطق فصار الناس يلحنون في كلماتهم ويخطئون في كيفية تشكيل اواخر كلمات العرب فصار لا بد من وضع علم يصور لهم ويملي عليهم كيفية النطق باللفظ الواحد اقول واللفظ الواحد من الخطأ ان تسأل عنه كيف تنطق اخرة اكرر لك الكلمة الواحدة عند العرب يسأل عن مما تألفت في حروفها ما هو شكل النطق فيها بكسرة اولها بفتحة اولها بضمة اولها بتسكين وسطها لكنك لا تشتبه فلا تسأل عن النطق في اخيرها كلمة بيت كلمة بيت تسأل كيف تنطق بها بيت ولا بيت ولا بيت تسأل عن صرفها تسأل عن اشتقاقها تسأل عن تحريكها عن شكلها عن صورتها بس لا تسأل عن اخرها كيف تنطق به اصلا لماذا اعلم هذه اول معلومة نحوية لك اعلم ان الذي يحرك اخر الكلمة هو موقعها في الجملة هو موقعها في الجملة فاقول بيت اذا كانت مبتدأا وفاعلا وخبرا واقول بيت اذا كانت مجرورة بالحرف او الاضافة واقول بيتا اذا كانت منصوبة كالمفاعيل واضحة ومثله علي 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 بس علي لا بد ان يكون مرفوعا دائما او احسنت او منصوبا كالاعلام ولا يكون مجرورا الا مظلوما واضحة جيد اذا لا تسأل عن كيفية النطق باخر حرف في الكلمة الا اذا كانت مع اخواتها واي اخواتها هو الذي يتشكل معها كلام فما الكلام فما هو الكلام الكلام هو ضم كلمة الى اختها يحسن السكوت على مفادهما اعيد اعيد بين الكلمات انسجام هذا الانسجام يعبر عنه بالاتلاف ومنه تعبير الشارح هو ما يتألف ليش يتألف لان بين الكلمات انسجام واعتلاف ما فاسنادوا كلمة الى اختها وضم كلمة الى اختها ينتج منهما معنا يسمى بالجملة المفيدة اعيد يسمى بالجملة المفيدة ايجت مصطلح جديد هلا شو جملة شو يعني جملة الجملة هي عبارة عن ناتج التأليف بين كلمتين مش انا وياك حيام نعبر مفرق وجملة افراد وجامع فاذا كلام يُعنى به اجتماع كلمتين مع بعضهما تفيدان معنى يحسن السكوت عليه هذا معنى جديد شو يعني يحسن السكوت عليه فاقول لك بالاول لا يستفيد في نحو العرب إلا من له الطلاع على أبجديتهم ولغتهم ويجيد الكلام بلغتهم فيعرف كلمة بيت لأي معنى ويعرف كلمة عالم ويعرف كلمة حجر وشجر ويعرف قائم ويعرف فمن اطلع على كلمات العرب الموضوعة في أبجديتهم شو الأبجدية الأبجدية مصطلح مأخوذ من ترتيب حروف لغة العرب آ با جا دا ها وزا أبجد هوز حطي كلام صعف كوريش اتخذ ضدغ هذه مجموعة حروف نطق بها العرب تألف من جذورها كلمات هذه الكلمات يعبر عنها مستعملة أي مؤلفة من حروف الأبجدية اتسمت الأبجدية أخذا من أول حروف هذا الترتيب أبجد أباجاد فسمي أبجد نسبة إليها أبجدية وأبجدي فما تركب من حروف هذه الأبجدية في لغة العرب سمي مستعملات سمي مستعملات مستعملات شو يعني مستعملات يعني موضوعات لمعنى موضوعات لمعنى يعني وضعها واضع اللغة العربية لمعنى قال صورة هذا البناء بيت صورة هذا الإنسان رجل صورة هذا الإنسان امرأة صار يضع ألفاظ لمعاني طبعا بن أوسين مع رض النظر أنه هل واضع اللغة العربية إنسان بشر ومتى وضعت لغة العرب هل هي اللغة الآدمية الأولى هذا بحث آخر تحت عنوان من واضع اللغات ومن وضع لغة العرب يتعرض له في علم الاجتماع يتعرض له في علم الأصول إلى آخره بس مع غض النظر وضع ألفاظ أي كلمات مؤلفات من حروف لمعاني فركبنا با يا تا بيت للمبنى للبناء وركبنا شين جيم را شجر لهذه القائمة من النبات على عروق وسيقان اسمها شجرة وهكذا فحروف بنيت منها الكلمة تسمى حروف المبنى هذا المبنى الثلاثي مثلا ثلاث أحرف يسمى كلمة هذه الكلمة من هذه البناء من هذه البناية الحروفية وضعت لمعنى يعني استعملت فيه يعني استعملت للدلالة عليه فصارت الألفاظ المستعملة أي صارت الكلمات المركبة من أبجدية كما وضعها العرب الآن الألفاظ أي الكلمات التي حازت ترتيبا عربيا تسمى مستعملات في مقابلها مهملات سأعطيك مثالا كلمة بيت ألفت بنيت من ثلاثة حروف الباء والياء والتاء لكن بهذا الترتيب الباء أولا ثم الياء ثم التاء لو عكست الترتيب وقلت باء ثم تاء ثم ياء بتي لصارت مهملة غير مستعملة ولو قلت تيب بأن تقلب تا ياب لما صار لها معنا عند العرب فتسمى مهملة في مقابل المستعملة زيد زين وياء ودال بهذا الترتيب تدل على رجل اسمه زيد بهذا الشكل بهذه الصورة بل بهذا الإملاء يعني الزين المفتوحة وإلا قلت زين مكسورة قلت زيد لما عادت موضوعة بل صارت مهملة بل صارت مهملة إذن اللفظ ببنيته وشكله وإملائه يقسم إلى مستعمل ومهمل المستعمل هو المحافظ على بنيته وشكله الذي وضعه له العرب فيسمى اللفظ المستعمل في مقابله كل تركيب اعتباطي من أبجدية العرب لم يسبق للعرب أن وضعوه أو استعملوه حتى لو حافظ على حروف أبجدية عربية من دون ترتيب وتركيب كما أراد العرب يسمى مهملا فاللفظ يا أحباب ينقسم إلى اللفظ العربي اللفظ في أبجدية العرب اللفظ المركب من حروف أبجدية عربية ينقسم إلى مستعملات ومهملات المستعملات من الألفاظ هي التي رتبها العرب حروفا وشكلا للدلالة على معنى لتستعمل هذه الألفاظ في تلك المعاني وفي مقابلها المهملات فصح أن يقال عندئذ اللفظ موضوع مستعمل ومتروك مهمل أقول حاجة الإنسان إلى اللسان لا ينكرها إلا جاهل بل إني أعتبر أن أكبر نعمة على الإنسان بعد الإيمان هي قدرته على استخدام اللسان وأعتبر أن أكبر إنجاز بشري على امتداد البشرية هي حسن استخدامه لللسان بحيث إن مكنوناتك ومعلوماتك في داخلك تشارك فيها غيرك عبر اللسان بل وتشارك البشر منذ آدم عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا بمعلوماتهم وعلومهم عبر اللسان عبر اللفظ يمكن أن تؤدي مطلبك أنت يمكن أن تؤدي مطلبك المتدني والقاصر والقليل عبر غير اللسان من الدوال فتسمى بالدوال الأربعة بالدوال الأربعة العقود والإشارة والنصب والخط وسيدها خامسها اللفظ طبعاً أنا قلت الدوال الأربعة باعتبار مفردها الدال دال على مرادك قد يكون إشارة مثلاً سألتني عن شيء فأجيبك بدال طبيعي كرفع الراس إلى الأعلى لا أو إنحناء الراس إلى الأدنى نعم صح إذن إشارات وحركات البدن تعطي أحياناً كشفاً عن مرادك بس كم هي؟ ضئيلة جداً محصورة بمن شاهدك صح ومحصورة ببعض الإمكانية في الكشف يعني لو سئلت أنت عن معلومة عقائدية كيف تشير كيف تشرحها بالإشارة ولمن تشرحها خاصة بالمشاهدين إذن بالإمكان أن تكون الإشارة دالاً لكنها محصورة مقيدة كما تكون النصب دالاً على شيء شو النصب؟ كالمجسمات والرسوم تريد بقرة فترسم بقرة تريد الصعود إلى جبل مثلاً فترسم شخصاً يحرك أقدامه باتجاه طريق وصولاً إلى الجبل أيضاً محصورة العقود هي أشبه بالرسوم لكن الحسية مثلاً تدليلاً على الأرقام تدليلاً على المراحل تعقد إصبعاً بإصبع دلالة على الاشتباك أو دلالة على الاتحاد مثلاً تساوي إصبعاً بإصبع تدليلاً على المساواة تقصر القصور مثلاً هذه عقود تعقد يداً بطريقة أو إصبعاً بطريقة أو أصابع بطريقة عقود أو حبلاً تربطه دالاً على اتفاق مثلاً أو عقدة تفكها دالاً على الخصومة فتسمى لغة الإشارة والعقود والخط ومنه الرسوم يعني ومنه الرسوم والنصب وهي ما تجدها تدليلاً على أشكال أشكال أشخاص نحوط أحجار إشارات كبيرة كالسهام مثلاً والعلامات التي توضع على أن هنا بستان فتضع شجرة على أن هنا معبد فتضع وهكذا دوال موجودة لكنها جداً قاصرة وجداً محدودة فسيد الدوال هو الدالة الخامسة أو الدال الخامس وهو اللفظ الآن حتى حتى لو أردت أن أشرح لكم الدوال لهذه شرحتها باللفظ باللسان إذن يكفيك اللسان عن كل غيره ولا يكفي كل غيره عنه فصارت الألفاظ بنات اللسان واللسان إحدى الحواس الخمس إحدى الحواس الخمس للضوق للتضوق للنطق اللسان للنطق وصارت ابنته اسمها كلمة فالكلمة بنت اللسان في تسمية أدبية عرفية للحواس ما هي أحسنت تسمى الجوارح تسمى بالجوارح الحواس تسمى الجارحة سليد نفهم أن تكون جارحة والعين تجرح والعين تؤثر سلبا وإيجابا في بعض تعابيرها أكثر من اليد واللسان كيف يكون جارحا ببناته ببناته فهو من الجارحات فهو من الجوارح لأن الكلمة تجرح بل الكلمة في لغة العرب من الكلم والكلم هو الشق والجرح مكلوم مشقوق مجروح جيد فنقول الدال اللفظي من أهم النعم على الإنسان ومن أهم إنجازات البشرية استخدامه استخدام الدال اللفظي لكنك تعلم تعرف بأنه ليس كل ملفوظ ما معنى الملفوظ الخارج من بين الشفتين الخارج من بين الشفتين هو ملفوظ تعلم بأن ليس كل بأنه ليس كل ملفوظ من بين الشفتين يسمى كلاما صح الهواء الخارج من بين الشفتين ليس كلاما ليس لفظا ليس كلاما عفوا فما يخرج من بين الشفتين له تأثر بالهواء مع الأوتار الصوتية هو المعبر عنه باللفظ وطبعا كلمة اللفظ هو كل ما تلفظه أنت من فمك فهو ملفوظ حتى لو أكلت شيئا ولم تبتلعه فتلفظه يعني تخرجه ملفوظ خارج من شفتيك ومنه ومنه قول السيدة صلوات الله على الزهراء قول السيدة فاطمة صلوات الله عليها مخاطبة نساء نساء المهاجرين والأنصار أو تخاطب الحكام حينها فسئلت كيف أصبحت يا بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وهي مودعة لدنيانا مقبلة على ربها بنفسها وتنعى شخصيتها أو تنعى شخصها لأنها أول اللاحقين بأبيها صلى الله عليه وآله فكان مما قالت لفظتكم بعد أن خبرتكم أو بعد أن عجمتكم يعني أنا اختبرتكم فما استسغتكم وأنتم ملفوظ مرفوظ يعني لو كنتم لقمة لما كنتم لقمة طيبة ولو كنتم مأكلا لما كنتم مأكلا سائغا أردت مرارا أن أضعكم في قلبي وأحميكم بنفسي وأفديكم بوجودي لكنكم ملفوظ لا تستساغ لقمتكم ولا تستلطف نعمتكم كنتم نقمة فلفظتكم أخرجتكم بعد أن خبرت خبرتكم أو عجمتكم يعني اختبرتكم إذن فالملفوظ من بين الشفتين مما له صوت من الأوتار يسمى لفظا بس التفت هذا اللفظ الخارج من فمك من بين شفتيك طارة يكون مستعملا وأخرى مهملا فإن كان مستعملا سمي قولا سمي قولا وإلا كان مهملا فكلمة بيت هي لفظ مستعمل فهي قول وكلمة تيب أو بيت هي لفظ مهمل غير مستعمل شوف التعبير القرآني ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب ما يلفظ من قول يعني لا يتفوه بكلمة مستعملة ذات معنى إلا وهي مطلوبة التبرير والتفسير من قبله وإلا لو قال ما يلفظ إلا ولديه رقيب هو بيلفظ الإنسان من بين شفتيه ما له معنى وما لا معنى له وما كان ملفوظا كلامي وما كان ملفوظا صوتي وما لا قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد إذن ملفوظ مركب من أبجدية طارة أبجدية محفوظ فيها ما وضعه العرب وأخرى لا فإن كانت على وضع العرب فهي المستعملة وإلا فهي المهملة فإن كانت مستعملة نسميها ماذا قول فإذن القول هو اللفظ المستعمل القول المستعمل هو اللفظ وشو قصدك بالمستعمل لا تنسيها شرحت لك قبل قليل رأي أو مرادي بالمستعمل يعني استعمله العرب للدلالة على المعنى استعملوه دالا على معنى شا وجا ورا استعملوه دالا على الشجر را وجيم ولام دال على هذا الإنسان وهكذا إذن لفظ مؤلف من أبجدية استعمل دالا على معنى يا أخي عبر لي تعبير أقل اختصارا قل لفظ مفيد مفيد ماذا أفاد يفيد أنه موضوع لمعنى ليش لأنه قد قدح هذا اللفظ في ذهنك معناه يعني لما قلت أنا لك راجل بمجرد ما قلت رجل إن قدح في ذهنك بعد سماع لفظة رجل قدح في ذهنك صورة رجل معنى رجل قدت لك شجر إن قدح في ذهنك معنى شجر استفدت أفدتك معناً فإذن لفظ مفيد شو يعني صار لفظ مفيد يا أخي قل لي هي كلمة مؤلفة من أبجدية عند العرب للدلالة على معنى لتفيدك لتفيدك معناً في مقابلها المهملات إذن ما هي الكلمة لفظ مفيد الكلمة بنت اللسان الكلمة بنت اللسان هي مركب من حروف تلفظها أنت من بين شفتيك محافظاً فيها على ترتيبها وتركيبها العربي حيث وضعها العرب مرتبة بحروب هيئة ومركبة من حروف للدلالة على معنى إذن لحكمة الإفهام والتفهيم وضعت الكلمات لحكمة الإفهام والتفهيم فالألفاظ كلمات مفيدات كلمات مفيدات سؤال بعد هذا الشرح المستفيد شكراً بتقل لي هكذا ليش ما اختصرتها بكلمة اللفظ قول مش مش كلمة المستعملة التي تفيد معنى ما استعملت فيه في مقابلها المهملات قلت لي عبر لي عن اللفظ المستعمل فيه معنا وضعه العرب بائعة وتأليفا وتركيبا اسمه قول وإلي اللفظ قول إلي الكلمة قول مش كلمة لفظ حتى ترجعت إلي إين تبه لفظ مش كل خارج بين الشفتين ولا كل مقلوب لفظ الكلمات بد يكون كلمة قول الكلمة لفظ بتحط الكلمة لفظ مستعمل مفيد إلى كل الكلمة قول خلاص من هاي القول صارت الألفاظ المفيدات صح فقل الكلمة قول إليك ما بقدر لا أقدر لماذا لأني لو قلت لك الكلمة قول لارتبكت في معنى آخر لفظة القول كلمة القول عند العرب صحيح هي عبارة عن اللفظ المستعمل في معنى لكن تعرف أن لفظة القول تطلق أيضا عند العرب على غير اللفظ مثاله ما قولك في العصمة قول ما تقول في العصمة يعني ماذا تعتقد إذن لفظة قول بالدل على الاعتقاد صح فإذن لفظة قول عند العرب تطلق ويراد بها معاني كثيرة واحد منه اللفظ المفيد اسمه قول واحد منه الاعتقاد اسمه قول واحد منه اسم الرأي اسمه قول ما تقول في أن نذهب سوية اليوم ومش يعني ماذا تعتقد يعني ما رأيك ما تقول لو سهرنا اليوم سوية ليلة سوية ما تقول لو بعتني البيت يعني ما رأيك فإذن كلمة قول تدل على الرأي كم معنى صار لإلها القول صار معناها اللفظ المفيد اسمه قول الاعتقاد اسمه قول الرأي اسمه قول الميل اسمه قول الهوى اسمه قول الخيال اسمه قول أقول وقد ناحت بقربي حمامة ماذا أقول شو يعني ماذا أقول يعني ماذا ألفظ مثلا وهكذا إذا فيه معاني قال حتى أخرج عن هذا الإرباك أو أخرجك حتى أخرجك من هذا الإرباك ما قلت لك اللفظ الكلمة قول قلت الكلمة لفظ مفيد ولو عبرت لك الكلمة قول لأرحتك في دلالتها على المستعمل لكن لأربكتك في أن لفظة القول تدل على اللفظ وعلى سواه من الرأي والاعتقاد وغيره ومنه قوله تعالى فتبسم ضاحكا من قولها يعني النملة تلفظت النملة أخرجت صوتا من فمها يعني لا فتبسم ضاحكا من قولها يعني أكمل يعني من مكنونها يعني من معناها يعني مما أضمرت يعني مما أضمرت من معنا إذن يطلق اللفظ القول أيضا على المكنون يعني على الداخل يعني على الهوى يعني على الميل يعني على المعتقد فتبسم ضاحكا من قولها أو كقوله تعالى وصلنا لهم القولة قولة بس الألفاظ يعني وصلها إلينا سبحانه تعالى وصل إلينا الفطرة والغديزة والدين واللفظة وصل إلينا كل ما أراد سبحانه وتعالى إذن فالتعبير بكلامنا لفظ مفيد خير من تعبيرنا الكلمة قول الكلام ما هو يأتي تفصيله وصل الله على محمد وآله الطاهرين الله صلى الله شكرا للمشاهدة للمشاهدة شكرا للمشاهدة